السلام عليكم ويعطيكم العافية ان شاء الله بالفيديو هاد بنا نكمل المحاضرات الحموض وقواعد في مادة البيو كيمستري بالفيديو هاد اخوان انه خلينا نكون كثير صريحين الفيديو هاد كثير كثير يعني مش بيصل الفيديو هاد هاي المحاضرة هاي بالذات يعني اللي بدو يحضرها من محاضرة الدكتورة ويفضل انها تحضرها من محاضرة الدكتورة عشان يعني تفهم وترسخ المعلومة في بالك هاي المحاضرة كثير مهمة وراحين نبدع عليها كثير محاضرات للکدام يعني زى المحاضرات البعرض في جسمنا بي برضو في الهم время المودوى العميمية في محاضرات ممكن تتقعطينيهاARY الم امون او الدكتورة ديالا بس فيه يعني كثير كثير هاي المحاضرة مهمة وراحين نبدع علها كثير اشياء خاصة يعني هاي المحاضرة برضو مراجعة لمحاضرات يلي قبل كحسابات و فهم و برضو على هاي المحاضرة أغلب لأسئلة الحل بيجي منها فياريت نكون يعني نركز على هاي المحاضرة لأنها جد أنها من أهم المحاضرات طمام في المحاضرة الماضية أو بالفيديو الماضي أخذنا شو يعني كا دابليو حكينا للكا دابليو هو تركيز HTO أبلس ضرب تركيز الOH ماينوس لما اشتقنا حكينا أنه الكا دابليو تساوي كا ضرب كا بي و من معادلة أياه هو اشتقاق و مش مطلوب منه بس بديكوا تعرفوا أن الكا دابليو تساوي تركيز H بلس ضرب تركيز OH ماينوس و يساوي 10 قوة ناقص 14 هذا قيمته دايما ثابته يعني مثلا في حال كانت تركيز في البيو خلينا نحكي للبيور أتش توو في البيور أتش توو تركيز H بلس بدي يطلع 10 أفوا 10 قوة ناقص 7 والOH ماينوس بدي يطلع 10 قوة ناقص 7 محلول ثاني كانت الـ H بلس إنه رح يكون أسد 10 قوة ناقص 2 الـ OH ماينوس بدي تطلع 10 قوة ناقص 12 في محلول قاعدة كانت الـ OH ماينوس ساعة 10 قوة ناقص 3 تركيز الـ H بلس بدي تطلع 10 قوة ناقص 11 و هكذا فقيمة الكا دابليو ثابتة و بنسميه آيون بروتاكت أوف وواتر أوف وواتر سواء في عندنا أمثلة ما نبني عليها بيحكي لي فايند كا أوف يعني بيحكي لي إنه في عندي حمض ضايف قيمة المولاريتي تاعته 4% وتركيز H بلس فيها 10 قوة ناقص 4 ايش بده الـ K-A بكل بساطة أخذنا من المرة الماضية إنه الـ K-A لما أفكك مثلا الـ H-A خلينا نفككه زاد H2O بتعطيني H3O بلس زاد A ماينوس احنا بنعرف الـ H3O بلس هو نفسه الـ H بلس صح؟ فمن قانون الـ K-A حكينا تركيز H3O بلس ضرب تركيز الـ A ماينوس اللي مهم متسوين خلينا نحكيه ضرب تركيز H3O بلس تربيع على تركيز الأسد تركيز H3O بلس قداش عنديه 10 قوة ناقص 4 بدي أربعه فبطلع عنديه 10 قوة ناقص 8 تركيز الأسد لا هو بده الـ K-A تركيز الأسد اللي هو 4 قوة ناقص 2 تمام فهي بتصير يعني إياه بتحلوه على الحسبة إياه بتحلوه زي هيك إنما بخليها 100 درب عشرة قوة ناقص 10 على 4 درب عشرة قوة ناقص 2 وبيطلع الجواب 25 لما أرفع هاي فيها 25 هاي فيها 1 لما أرفع الأسد السالي فوق بدي يصير موجب فبيطلع الجواب 25 ضرب عشرة قوة ناقص 8 أو هيك هاي هذا الرقم ضرب عشرة قوة ناقص 6 تمام؟ أو يعني حسب الأجوء يعني إنه إحنا مدحانا فممكن تلاقيه بهذا الشكل ممكن تلاقيه بهذا الشكل أو ممكن تلاقيه بهذا الشكل عادي ثلاثة نفس الإشي السؤال بحكيلي بده تركيز الـ H plus لما يكون في عندي 5% من تركيز B A O H 2 طبعا إحنا بنعرف إنه B A O H 2 هاي عبارة عن strong base فتركيزه لما أفكيكو B A O H 2 لما أفكيكو شو بده يعطيني B A plus 2 زائد 2 O H minus هسه هو تركيز B A O H 2 بده يساوي تركيز B A plus 2 هسه بالنسبة لتركيز O H minus عدد مولاته 2 وعدد مولات B A 1 فبدنا يعني في حال هذا كان تركيزه 1 بالعشرة هذا بدي يكون تركيزه 2 بالعشرة لأنه عدد مولات B A O H 2 عفوان عدد مولات O H minus ضيف عدد مولات B A O H 2 بس هو بالعادة لما مثلا قاعدة قوية زي إنه أخذ N A O H لما أفكيكها شو بده تعطيني N A plus زائد O H minus يعني في حال كانت هاي 1 بالعشرة N A plus بده تكون 1 بالعشرة O H minus 1 بالعشرة ليش؟ لأن عدد مولاتهم كله هاتهم 1 بس في حالة B A O H 2 لما فككته عدد مولات O H minus 2 فهو يعني كانوا بيحكيلي تركيز O H minus ضعف تركيز B A O H 2 تمام؟ قداش تركيزه هو A 5 بالمية من السؤال هذا كان عندي افتراضي أنا 5 بالمية فتركيز O H minus عفوا B A plus وهو مش رح يفيدني كثير تركيز B A plus اللي هو خليت هو رح يكون B A 5 بالمية وتركيز O H minus بضربه باثنان فبيطلع H 1 بالعشرة هاذ هو تركيز H O H minus بس السؤال شو بده تركيز H plus خلينا نكون منتبهين انه بده تركيز H plus من الKW اللي حكينا عنها فوق اللي هي KW تساوي تركيز H plus في تركيز O H minus ويساوي 10 قو ناقص 14 O H minus انديها 1 بالعشرة وهي 10 قو ناقص 14 وانا بدي تركيز H plus بس هي هاي بقسم على 1 بالعشرة وبقسم 1 بالعشرة تطلع 10 قو ناقص 13 تمام انشاء الله يكون يعني لهس زي ما حكينا اول قانون خدنا المحاضرة الماضية عن الكي يعني يعني كأنه راجعنا حل عن المحاضرة الماضية يعني هاي كما حكيت هاي المحاضرة كثير كثير مهمة فيها مراجعة للمحاضرات السبوع الماضية وفيها يعني برضو بنبني فيها على محاضرات الأمين الأمين وأسد وهذا نفس تركيز H plus غلط هو بحكي لي 3% مولاريتي للحمض الضعيف فهمتوا عليه كيف يعني اللي ما بيقرأ السؤال كامل من أول مرة راح يغلط راح يخكي انه تركيز H plus هو عبارة عن 3% وتركيز القائدة الضعيف هي 10 و ناقص 10 وهذا كثير ضعيف بعدين من المنطق يعني weak best هي قائدة بيكون من المنطق تركيز H plus 3% غلط يعني هيدا تكون 3% اللي هي 3 14 ناقص 2 قداش بدها تكون تركيز OH minus فهمتوا عليك في تركيز OH minus يعني بدي يكون تقريبا خلينا نحكي هاي 1 10 0 12 هي تقريبا انشان ابيين لكم حتى نحكي انها 10 0 11 10 0 0 11 في حال تكون OH 10 0 11 هذا بدي يكون أسد حمض السؤال بحكي لهو BAS WEEK فالمنطق بحكي انه 3% هاي غلط نحكي عنها التركيز H plus يريد تقرأ السؤال كامل تركيز WEEK BAS اللي هي 3% وتركيز H plus هو 10 0 10 تمام بده P KB احنا بنعرف BK B من ون بتجيبها من KB العادية فبحكي لهو WEEK BAS مش معطينيها بس خلينا نسميها Z Z نسميها هي BAS خلينا نفاك نفاعلها مع LAY عشان نقدر نبني القانون Z Z H 2 O شو بده يعطيني H Z plus Z O H minus شو KB تساوي تركيز O أو تركيز O H minus ضرب H Z plus بس تركيز conjugated acid O H minus متساوين فبحكي زي يعني ازاي في حالة الكل فوق اللي حكيناها انه تركيز H 3 O plus يساوي تركيز conjugated BAS فهي عشان هيك حطيته تربيع هون نفس الاشي بحط تركيز O H minus H تربيع على تركيز الباس طيب السؤال معطيني تركيز الباس هاي 3 بالمية من غير لون هذا 3 بالمية طيب هو السؤال بده زي خلي نحكي انه كابي لانه ضلعت الكابي بطلع الكابي عادي مش مشكلة بس انا مشكلتي بال H بالكابي السؤال مش معطيني O H minus بس معطيني H معطيني تركيز H plus هاي يعني زي السؤال فوقي بطلعوا عن طريق الكابي اللي هي تركيز H3 O plus ضرب تركيز OH minus ويساوي 10 Q ناقص 14 تركيز H3 O plus اللي هي 10 Q ناقص 10 ضرب تركيز OH minus ويساوي 10 Q ناقص 14 بقسم 10 Q ناقص 10 ون بقسم 10 Q ناقص 10 بطلع بالمحصلة تركيز OH minus 10 Q ناقص 4 تركيز OH minus 10 Q ناقص 4 مول وصلت هسا خلاص بطبق تركيز OH minus تربيع اللي هي 10 Q ناقص 4 تربيع اللي هي 10 Q ناقص 8 على تركيز البيس اللي هي قدش حكينا 3 د 14 Q ناقص 2 3 د 14 Q ناقص 2 هون يعني زي الفوق ايا بتحل على اللي حسب ايا بتحل زي هيك انو بدي اكبر هاي واسغر هاي فبتصير 10 ضرب 10 Q ناقص 9 على 3 ضرب 10 Q ناقص 2 بالال حسب كثير بتسهله عباط يعني عحال كو يعني بس انا بدي احل عشان يعني انا بس اخور يعني ما رح تشوفوا كيف استخدم الالح حسب 10 تقسيم 3 فيها تقريبا 3 فاصلة 3 ضرب السالب 2 لما اطلع الا اس السالب فوق بتسير موجة فبصير عشر Q ناقص سبق خلص هاي ايج الكابي فبطلع عن طريق القانون البي كيبي شو يساوي بحكي له هون البي كيبي تساوي سالب لغريتم تركيز الكابي مش تركيز الكابي هي سالب لغريتم الكابي كابي قداش عندي هاي هاي وبطلع الالح سبق سبق ناقص لغريتم 3 فاصلة 3 قداش بتطلع 6 فاصلة 8 اربي زي هاي بتطلع 6 فاصلة 8 اربي 48 اربي 48 نعفون تمام ان شاء الله يكون تمام هيك الوضع يعني بس هي شغلة الحاسبة مش اكتر هس نجعل بي اتش بي اتش كلها نعرفه بالتوجيه ايش قانونه سالب لغريتم تركيز اتش بلس او تركيز اتش تري او بلس تمام السهم نعرف انه قيمة البي اتش للحمود والقواعد والماء بتختلف هسا للحمود قيمة البي اتش خلينا نحكي من هيك عندي معيير من سفر لسبعة لأربعة هسا هسا السبعة بيكون المحلول متعادل اللي هي زي مين زي الاتش توقع خلينا نحكي هسا من صفر لسبعة خلينا نحكي هذا الحد كلاته بتكون اسد حمض زي اش نحكي الاتش الاتش العبارة عن سترونج اسد لذا تكون قيمة البي اتش تقريبا هون اللي هي اثنين خلينا نحكي اما من سبعة لاربعتاش بده تكون قاعدة مش من سبعة افوال من حد البعد السبع للاربعتاش قاعدة زي اش خلينا نحكي زي الان اي او اتش والان اي او اتش هو عبارة عن سترونج بي اتش بدا تكون قيمة البي اتش هون اللي هي ثلاتتاش او اتناش يعني بشكل عام انه هي قاعدة بدا تكون قيمة البي اتش اكثر من سبعة يعني مثلا نجيب حمض ضعيف زي الاج سي ان عبارة عن حمض كثير ضعيف قيمة البي اتش دعاتها تكون قريبة من سبعة اللي هي هون تكون تقريبا ستة زي هيك مهمة تكون ايش اقل من سبعة فهي عبارة هم طب قاعدة ضعيف زي الان اتش 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 هو عبارة عن قاعدة ضعيفة قيمة البي اتش دعاتها تكون برضو قريبة من السبعة اللي هي تقريبا ثمانية تسعة زي هل طبعا انا بحكي ارقام افتراضية بس بشكل عام البي اتش من صفر لقبل السبعة بشوي بدأ تكون حمض اما من بعد السبعة بشوي لالاربعتاش دعاتها تكون قاعدة بشكل عام هون يعني ما في اشي للحفاظ بس انه ممكن تعرفوا هيا راح نبنى عليها المحوضر الجاي انه قيمة البي اتش للبلد هي تقريبا 7.4 بس هي هيا راح نبنى عليها كثير المحوضر الجاي في جسم نا بشكل عام هو بحكي انه البي اتش هو عبارة عن مقدة سكيل هس هون طلعوا فيه يعني فالدفرنس ان اتش بلس شو يعني هيا الجملة انه بحكي يعني فيه حال مثلا عندي تركيز الاتش بلس هزا قيمة البي اتش بتعتمد على تركيز الاتش بلس في حال كان تركيز الاتش بلس كثير عالي يعني نفرض يعني هون مثلا عندي الواحد بالعشرة و هون واحد بالمية من الاكبر أكيد الواحد بالعشرة قيمة البي اش تاعتها واحد قيمة البي اش تاعتها واحد طيب في حال كانت 10 قوة نقص 2 قيمة البي اش 2 في حال زادت البي اش عفوان في حال زادت البي اش 3 او بلاس قيمة البي اش بده تكون حمضية يعني اقل احنا بنقررنا كعدد مش كقوة حمض في حال كانت تركيز البي اش بلاس عالية دي تكون البي اش حمضي ومقارنة كرقم بده تكون اقل فهمتوا علي كيف؟ هي هون فكرة هون نيج مثال انه البي اش للعصير اللمون عصير اللمون قيمة البي اش تاعتها 2 في حال في عصير البرتقال 4 يعني هون انا نحكي تركيز البي اش البي اش البي اش في حال البي اش 2 قداش هون في حال تركيز اش 3 او بلاس في حالة البي اش تساوي اثنين تكون عشر قو ناقص اثنين هالا اللمون تمام؟ طيب في حالة الورنج اللي هو البرتقال تركيز اش 3 او بلاس كداش ده تكون؟ اش رقو ناقص اربع هالا الورنج هالا نحكيه طيب شو من نستفيد؟ او شو نستدل؟ مين الاقل بي اش؟ او مين الحمضي اكثر؟ خلينا نحكي هاي وهاي اقل هاي اربع فتركيز الاتش بلاس للحمض الي اولو اثنين اعلى من تركيز الاتش بلاس للبي اش الي اولو اربع فهمتوا علي كيف؟ هي هاي الفكرة بس هون بحكيلي بالم دعائم ايه تركيز الاتش تري او بلاس ايه تركيز الاتش تري او بلاس فيه يعني بليجي يعني افضلن نحكي منظفات تمام؟ قداش قيمة 10 قو ناقص 12 قداش البي اش بدتتطلع بي اش بدا تطلع بي اش تساوي سالب لغوریتم تركيز الاتش بلاس بدكيش اكتب اش تري او بلاس ولهم نفس الاشي ليه بدتتطلع 12 ناقص لغوريتم ال 12 ناقص لغوريتم العشرة اللي هي 12 بس فيها هون نفس الاشي الأورنجوس has a pH of 4 قداش تركيز ال H3O plus نفس الاشي حكينا تركيز ال H3O plus يساوي 10 قوة ناقص سالب ال pH اللي هي تطلع 10 قوة ناقص 4 تمام بس هي هالفكرة هون فيه اشياء للحفاظ هون سألت الدكتور بالنسبة لقيم ال pH قالت انه هو المفروض نكون الليمون احنا يعني بالتقريب بس هي كسؤال في الامتحام ما بيجع على هالسؤال يعني حكينا قيمة الليمون 2 تقريبا قيمة عصير البرتقال 4 تقريبا طب اليوراين تختلف من يعني من الميل للفيميل اللي هي من 5 ل 8 سلايفا اللي هي 6.6 البلد بلازم اللي هي 7.4 تقريبا البليت حكينا اللي هي قبل شو حلان عليها اللي هي تقريبا إطماش هم مش للحفاظ اللي بدو يعني بس دياك تكون عارفين هم مجرد ما عارف يعني ولا هم كسؤال إن شاء الله ما بتيجي هيك السؤال الدكتورة حكيت لعينا هسا كيف ننحدد قيمة ال pH كيف ننحدد قيمة ال pH هسا عن طريقتين ياما acid best indicators ياما فيه اشي اسمه pH meter أو electronic pH meter هسا الأسد والbest indicators هاي بس بتحكيلك إنه يعني ما بتحددك القيمة بالزبط من اسمه indicators يعني هي بتحكيلك يا أما أسد يا أما بيس وهي يعني طريقة يعني القيمة اللي إنها تكون accurate كثير قليلة زي إيش لاتمس بيبر أخذناها في ورقة عباد الشمس اللي هي least accurate يعني هاي الموضوع اللي ديجعلي ديجعلي سؤال مباشر يعني بيحكيلك which of the following يعني indicators is least accurate أو most accurate في حال إذا قل لك least accurate لهو لاتمس بيبر في حال إذا حكيلي most accurate اللي هي إيش ال pH meter خلينا نفهم شو يعني لاتمس بيبر أو شو مبدأ عملها يعني في حال مثلا عندي ورقة عباد الشمس لونها أو هي أسد أحمر هي عبارة عن لونها أحمر تمام ضفت على حتى عشان أعرف إذنه هاي أسد ولا بيس بضيف عليها بقعة في حالة تحول لونها لأزرق تحول لون هاي البقعة لأزرق بدي يكون بيس هي هالفكرة بس عكس ذلك بجيب ورقة عباد الشمس لونها أزرق هاي كلية هاي أزرق وبضيف عليها بقعة في حالة تغير اللون لزهري أو لأحمر بيكون أسد بس هي هالفكرة بس يعني وزو ما حكيت إنه هي بتعطيك يعني فكرة عن المحلول أو إنه هاي أسد أو بيس بتعطيك يعني بس مجرد ما بتعطيني الرقم أولا عندي إشي يونيبيرسال إنديكاتور هو نفس تقريبا نفس ليتموس بيبر بس هون يعني كل إشي إلو يعني كل لون إلو تقريبا بياتش يعني في حال كان أخضر ويكون إيش متعادل سبعة بحال كان يعني حتى قيمة الأربعة وثلتاش يمكن هو ما وصلها اللي هي سترونج أسد هون نفس الإشي البياتش تسوي سفر يعني هو مبلش من واحد ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسة عشر أحداش اتناش يعني قيمة الثلتاش والأربعة تاش اللي هي للقواعد القوية يمكن ما بيشتغل عليها مش محطوطة يعني من ضمن الصورة هاي كذلك الأمر البياتش تسوي سفر اللي هي للسترونج أسد يعني يمكن هذا الانديكاتور ما بيشتغل على الحمود والقواعد اللي ضيفة يعني هاي خلينا نحط عليها انهو هو بشكل عامي يعني ما بيشتغل على القواعد والحمود والضعيفة تمام والبياتش ميتر اللي هو الالكترونيك البياتش ميتر اللي هو مست أكورت هو بعطيك يعني بعطيك فكرة انه هذا حمد ولا قاعدة وبعطيك رقم عن طريق بحط المحلول في يعني زي هيك بحطه في محلول وبتقيسه وأبصر عش بتصير خلطة ما يعني هون ما تتركزوا البياتش او بياتش ميتر الالكترونيك بياتش ميتر الاسد بس انديكاتره هي list accurate والبياتش ميتر هو عبارة عن most accurate بس مش اكتر بس انا شرحت بزياد عشان ترسخ المفهوم بس مش اكتر هون في عندي يعني كما سؤال حل على البياتش وهم يعتبط تقريبا مباشرات بحكيلي وات اس strong acid بدو البياتش لل الالكتر لم يكن تركيزه واحد بالمية تمام هسا غلين يجو هون على جانب نحكي انه الكل بيتفكك مية بالمية بغطين الكل زائد المينوس قداش تركيزه هو اتوقع واحد بالمية ما نركز هو واحد بالمية واحد بالمية لاش تركيز الكل بلس وتركيز سي المينوس وسو لأنه عبارة عن صرونج أسد بذوب مية بالمية في المية تمام وبدو البي أتش فخلص بحكيه بما انه تركيز البي أتش تساوي سالب لغريتم تركيز البي أتش بلاس اللي هي عشرقو ناقص نيل تطلع اي شفنان هاي للأيش لأول سؤال اه هي واحد اربعة شقو ناقص نيل طيب بحكيه الوقت اسدى بي أتش اوف يعني برضو حمد قوي بس هون معطيه ان يدري بالكو النور ماليتي لما احنا حكينا النور نورماليتي هو يعني بتحدد لقيمة الاتش بلاس أو او 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 لما افككو شو دي اعطيني 2H بلاس زائد SO4-2 تمام قداش النورماليتي احنا بنعرف انه النورماليتي تساوي N اللي هي نمبر اثمول لله بلاس او OH- بس احنا بنحكي عن اسات فهي بدتكون H بلاس قداش اكمل H عندي ثنتين فهي ثنين در التركيز H2 as offer ما عنديش هي بدي اطلعه انا والمولاريتي اللي هي هي واحد بالمية فبقسم على اثنان بقسم على اثنان اللي هي شو بتطلع معي قيمة المولاريتي بتطلع اللي هي نص 14 او ناقص 2 تمام حس انا بدي تركيز البي اتش والبي اتش تركيزه بيعتمد على ال H بلاس فهو ال H بلاس اكما يعني كاني بيحكيلي عدد مولات يعني زي ما اخذنا قبل شوفيه با او H2 عدد يعني مولات ال H بلاس ضعف عدد مولات الاسد فبدي اطر اضرب تركيز الحمض باثنان عشان اطلع ال H بلاس فهاي بتروح معها بيضل نفس الاشي اللي هي واحد بالمية فبقسم على اش هيك صار تمام اللي هي هاي نص 14 او ناقص 2 اللي هي هاي تركيز H الاسد وحكي انا بدي اطلع تركيز ال H بلاس فهو ضعف ضعف تركيز ال H 2 اس او 4 فبرضه بدروب اتنين فهاي بتروح معها خلاص يعني بيضل زي ما هو اللي هي واحد بالمية فعشان هيك انا حليت هيك بس عشان ترسخ المفهومة انه في حال واحد ما انتبه انها نورماليتي فحال عطاني نورماليتي خلاص يعني كاني بيحكيلي تركيز ال H بلاس فيه واحد بالمية خلاص وبطلع ال BH بتطلع اش نفس الاشي BH بتطلع سلب لوغريتم تركيز ال H بلاس لل واحد بالمية اللي بتطلع اطناش عفوان اثنان بتطلع اثنان وصلت نفس الاشي النورماليتي لل N-A-O-H النورماليتي لل N-A-O-H هو واحد بالمية كاني بيحكيلي في N-A-O-H هو عبارة عن H باس فحط له يعني احنا نعرف ان المفهوم النورماليتي بالاصل للحمود والقواعد القوية ما رح يحكيلي انه واحد بالمية نورماليتي لقاعدة ضعيفة بس بشكل عام نورماليتي خلاص كان التركيز O-H جاهز فهو واحد بالمية وصلت كاف يعني هون النورماليتي نورماليتي تحتو كداش واحد بالمية فهو تكون هاي تركيز O-H فخلاص بطلع تركيز O-H من KW اللي هي 10 قوة ناقص 14 على 10 قوة ناقص 2 اللي هي تركيز O-H بتطلع 10 قوة ناقص 12 من B-H بتطلع قداش قيمتها اللي هي سلب اللوغاريتم تركيز O-H بتطلع 13 تمام؟ تمام هسه خلصنا اول ثلاث اسئله تمام هاذ السؤال يعني نوعا ما شوي يعني حدق او شوي زينخ لينا نحكيه هو مش زينخ وما بيجي زينخ بس هو بيتمد اكثر على الفهم بحكيلي محلول HCL تركيزه 10 قوة ناقص 11 طيب احنا بنعرف ال HCL زي هون HCL بتفكك ال H plus و C minus وتركيزه نفس تركيز ال H plus و C minus ليش؟ لانه عبارة عن string أسد حكينا قداش تركيزه 10 قوة ناقص 11 وهي 10 قوة ناقص 11 وهي 10 قوة ناقص 11 تمام خلص تركيزه 10 قوة ناقص 11 وتركيزه 10 قوة ناقص 11 طبعا هذا غلط نحكي ليش؟ HCL عبارة عن string أسد HCL عبارة عن string أسد مستحيي تطلع قيمة ال H11 يعني الحداش احنا بنحكي عن base والحداش تقريبا مش هي لا strong base ولا weak base يعني جاي بالنص احنا بنحكي عن HCL هس اشوف شو مبدأ السؤال هذي يعني بيحكيلي السؤال انا ضفت يعني مقدار يعني 10 قوة ناقص 11 يعني احنا بنحكي عن 0.00 يعني هذا المقدار هذا المقدار يعني مقدار كثير كثير قليل كثير كثير يعني جدا قليل بس احنا يعني لانه HCL يعني انتوا تخيلوا معي ضفت اشي قوي بس مقدار وضعيف شو بتي تتغير ال BH يعني كأني ضفت هذ المحلول ل H2O فهمتوا علي كاف؟ يعني كأني ضفتوا على H2O ال H2O قداش قيمة ال BH 7 فهمتوا علي كاف؟ ضفت على أسد حسنا ال H2O احنا بنعرف انه أسد ضفت اشي أسد على قيمة قيمة ال BH7 شو بدت تصير قيمتها؟ بدتها تقل بدتها تقل يعني كداش مقدار بدتها تقل فيه؟ مقدار كثير كثير قليل يعني بدتها تكون تقريبا 6.98 6.97 6.99 فهمتوا علي كاف؟ بس هي هاي فكرة دكتور مجاوبيته 7 هو تقريبا 7 خلينا نحكي يعني مش 7 بالزبط لان انا ضفت عليها strong acid فالجواب المعتمد الدكتوري يعني في حال اجل السؤال نفسه هو الجواب 7 بس نحكي من ناحية منطقي يبدو يكون بين 6.95 لها حتى انا بعلغت فيها شوي 6.95 بدي احكي من 6.97 فهمتوا علي كاف؟ بس الجواب المعتمد 7 بس هو برضو على الاغلب ما بيجي ان شاء الله فهمتوا علي كاف؟ يعني كأني ضفت محلول قيمة 10 قونة 11 على H2O اللي هي قيمة البي H7 فبدا تقل البي H لانه H acid وكمية المقدار اللي بدها تقل فيه كثير قليل تمام ثم هون بيحكي لي انه واحد بالعشرة أو CH3COOH بدؤوا علي قيمة البي H هسا بيحكي لي هسا CH3COOH اللي هو acidic acid حمضو ضعيف فما بقدر اروح احكي ثمانة بس ما بقدر اروح احكي CH3COOH لما يتفكك دي يعطيني CH3COO- زائد H بلس ما بقدر احكي دينه تركيز الحمضة اللي ضعيف يساوي تركيز H بلس لانه ما بتفعل كله هو رجعي فبدي يكون CH3COOH مش نفس ال H هون بنحل على الكائة حتى السؤال بيحكي لي انه رمي برا الكائة بيعطينيها في السؤال اللي هي قدش قيمتها تقريبا 1.8 14 و ناقص 5 فاحنا بنحكي كيها تساوي تركيز ال H3O بلس تربيع على تركيز الاسد اللي هي CH3COOH قيمة اللي هي ما يعطينيها اللي هي 1.8 14 و ناقص 5 اللي هي 1 بالعشرة أتوقع CH3COOH 1 بالعشرة بس لما اضرب ضرب تبادل هيدا تصير 10 ناقص 6 هاي تصير 10 ناقص 6 وتساوي تركيز H3O بلس تربيع باخد الجذر للطرفين و خلص هاي بده تصير 10 ناقص 3 و هاي تقريبا 1.8 مقدارها 1.3 ايو 1.3 فهيك بطلع و خلص بقى الحسبة بحكي هاي تساوي سالب لغرافت بتركيز H3O فبتطلع 3 ناقص لغرافتهم 1.3 وبطلع ماك على الحسبة اللي هو تقريبا برضو 2.7 تمام؟ 2.7 عدد معادلة اسمها هندرسون هاسلباك اكواجون اشتقاخة ما بدي افوت فيه بالتفاصيل حتى هو اشتقاخ يعني احنا امسكيو ما راح يجيب لك اشتق قانون هندرسون هاسلباك اكواجون ما بدي يعني تتكتب تطلع عليه اطلع بصر احنا اتوقع مش مطلوب منا فهمتوا عليك فعندي يعني هون H A weak asset لما افكك وبعطين H plus A minus والكا حكينا تركيز H A plus عفوا H 3 O plus اللي هي نفس H plus ضرب تركيز الكونجيغات باس اللي هو A minus على تركيز H A هنا خلي H plus موضوع القانون يعني ضرب H A بهاي بالكاة وقسم على A minus واخذ اللغاريتم للطرفين وصار فيه شوية ترتيب واخر اشي طلعت معنا ها المعادلة لما اخذ اللغاريتم للطرفين اللي هي اللغاريتم H plus ده تكون H ب H لما اخذ اللغاريتم للكاة اللي هي كان يبحكي بي كاة هسا مش طريق يعني البي H حكيانا هي عبارة عن سالب لغاريتم تركيز H 3 O plus والبي كاة شو قانونها اللي هي نفس الاجهيج سالب لغاريتم لكاة بها الفكرة فهمتوا عليه كاف فالمحصل طلعت عندي المعادلة PH تساوي بي كاة زاد لغاريتم تركيز الكونجيغاتد باس على تركيز الاسد فهمتوا عليه كاف؟ هاذا اهم اشي يعني ديا كنت يعرفوا هس هاذا القاعدة هاذا القانون ما تبحل عليه في حال اعطاك بي كاة او بي كاة وعطاك تركيز الا ماينس اللي هي كونجيغاتد باس وتركيز الاسد او ممكن يعطيك البي كاة والبي اتش وبحكيلك شو هي الراشة بين الا ماينس والأتش فهمتوا عليه كاف؟ يعني بعطيك ثلاث اشياء وبسألك عن شغلة او بعطيك البي اتش والبي كاة وبسألك عن الراشة بس هي هالفكرة يعني هاي بالمحصلة هاي بالمحصلة بي اتش تساوي بي كاة زاد لغريتم تركيز اللي هي ها خلينا نحكيه كونجيغاتد باس يعني هي ما راح تكون بس او ماينس يعني ممكن يكون اسدك اسد سي اتش اتري سي او او ماينس والأتش اي اللي هي الاسد نفسه عفوا الاسد حون بحكي البي كاة اسد بي اتش وير انه بحكي اه هون شو بحكي لي انه احسن ان لما تكون البي اتش تساوي البي كاة متى متى يعني نرجع للمعادلة ونكون منطقيا متى بتكون هذا المقدار يساوي بعض طب هذا المقدار شو صار فيه هسه في حالي يكون تركيز الاسد تركيز الاسد وتركيز الاسد متى ساويا في حال كان تركيز الاسد وتركيز الاسد متى ساويا بدهم يلغوا بعض فبتطلع H لغارت 1 وهو 0 فبتطلع BHH يتساوي Bk عشانك بيحكي لي انه لما يضوب الحمض 50% لما يأتي على الكيرف سيكون نفهم أكثر الجملة بس هون بشكل عام بيحكي لي انه BHH تساوي Bk لما يكون 50% للحمض بيتفكك له وبيعطيني 50% Ash يعني هسا الاسد بدي تفكك و هش يعطيني هس لما يكون قيمة هاي 50 بالمية و هاي 50 بالمية بدي يكون البي أج تسوي بك إذا ما فوق أثبتناها إنه هاي مقدارة بدي يروحها هاي بطلع له قريتين الواحد اللي هو صفر فعشان هاي بي أج تسوي بك وهي أحسن من القياس يعني لما تكون البي أج تسوي البي كي أ هي أحسن إشي هون بيحكي عن الأكويلبريا هون بشكل عام ما في برضو إشي مهم يعني بس إنه بيحكيلي إنه لما يكون المتفاعلات كثير تفاول روح يروح لشمال ليش عشان يقلل المتفاعلات تمام ليش بدو يروح باتجاه النواتج عشان المتفاعلات يقلوا والنواتج يزيدوا هون بيحكي لون مور ري أكتنت اللي هي بشكل عام A ولا B لما نضيفهم بشكل كبير الأكويلبريا راح يروح باتجاه النواتج ليش عشان يقلل A و B ويعطيني C و D أكثر هون نفس الإشي العكس لما يكون عندي نواتج كثير في حال كان عندي نواتج كثير بديو يروح لتفاعل باتجاه الرياكتنت اللي هو باتجاه المتفاعلات عشان يعطيني A و B أكثر ويقلل من C و D هون بيحكي ون مور بروتكتس اللي هي C or D is added أو هي بشكل عام أكثر الإكويلبريا راح يروح باتجاه المتفاعلات ليش عشان يقلل هون في حال عشان يقلل C و D ويعطيني A و B أكثر بس يعني هذا مش راح ينطبق ولا إشي يعني ما راح نفوث بالتفاصيل بس هي الفكرة في حال كانت المتفاعلات أكثر التفاعل راح يروح باتجاه النواتج عشان النواتج جديد والمتفاعلات يتقل وهو من اس متوازن يعني لازم يكون عدد المتفاعلات والنواتج نفس الإشي تمام هون من نفوض على البفر اللي هو أساس المهاضر نفوض على البفر اللي هو أساس المهاضر بداية كنت تنتبهوا يا عشان يا إخوان هون خلينا نحكي هاي النقطة وهاي النقطة هذا اللي اللي باللون الأزرق للبيور أشتوع اللي هو أش للمي وهذا اللون أحمر للأش الأستيك أسد وأستيات آيون بفر اللي هما سي أشتري سي أو أش خلينا نحكي هيا وإيش الحل 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 هاذا بيشتغل زي بفر شو يعني بفر؟ بفر يعني إشي يعني حمد أو قاعدة ضعيفة والإشي المرافق طوام يعني بالمثال هاذ حمد ضعيف حمد ضعيف قاعدة المرافق تمام؟ هذا بيشتغل زي بفر هاذا البفر هو محلول يعني شو يعني إشي يعني إشي بنظم البي أج وهو إشي يعني بيحفظ على قيمة البي أج بيخلي قيمة البي أج تقريبا ثابتة تمام؟ بس بيزيدها أو بيقللها شوي يعني كيف هذا السؤال هس راح نأخذ أسئلة تحت عليها بس شو يعني بفر هو إشي بيقاوم التغير في قيمة البي أج لما أضيف حمد قوي أو قاعدة قاوية يعني هون نقارن بين الـ H2O وهذا البفر هاي قيمة الـ H2O لما ضيفت هاي الـ H2O هاي النقطة اللي علمنا عليها ضيفت H بلس وضيفت OH ميس شو تزير قيمة البي أج في حال ضيفت الـ H بلس طيلا بدها تقل أو H3O بلس بشكل عام بدها تقل قيمة البي أج بدها تقل طلعي بشكل كبير فهمتوا عليه كيف في حال ضيفت أنا المفروض ألمته بالأزرق بس ما شو مشكلة في حال ضيفت OH ميس قيمة البي أج كثير بدها تزيد بدي أقارنه بالبفر بفر يعني في حال زيدت تركيز H3O بلس قيمة البي أج تقريبا ثابت طيلا بس بدها تقل شوي يعني ها بدها تقل شوي في حال ضيفت OH ميس بدها تزيد H شوي برضه أو تقريبا هي ثابتة فهمتوا عليه كيف هون بحكي لي لما أضيف 1% من قاعدة ضيفتوا على الـ H2O شو بده أصير الـ H البي أج بدا تزيد بشكل كبير طلع بدها تزيد H ترتفع لـ 12 في حال ضيفت 1% من أسد تثقل البي أج تطلع من 7 من 7 في حال ضيفت بس ترتفع لـ 12 هي قيمتها 7 في حال ضيفت عليها بس عفوا أسد بدها تتقل لـ 2 يعني كأني في حالة البي أج ضيفت لها 5 صارت 12 وفي حالة الأسد نقصت منها 5 وصارت 2 طيب البفر اللي هو الأسدك والأستات قيمة البي أج تطلع ظلت ثابتة يعني تقريبا 4.85 4.68 هي قداش قيمتها كانت تقريبا هلين نحكي هاي 5 هاي 6 وهي 4 وهي 5 وهي تحت الخمسة فهي تقريبا 4.7 خلينا نحكي ضيفت H بلس أو O أو H مينس طلع قداش المقدار يعني من 4.7 بحال أفوا طبعا هاي أرقام تقريبا من 4.7 في حال ضيفت أسد طلع قداش قل بس 2% في حال ضيفت بس قداش زاد يعني زاد شوي هلين نحكي فهمتوا علي كيف هون نحكي شو هو البفر هو عبارة عن ويك أسد أو خليل شو مفهومه وهو محلوب بقاومة تغير في البي أش في حال اش ضفت له قاعدة قوية أو حمض قوي هسا في حال ضفت حمض قوي سترونج أسد ضفت سترونج أسد على حمض ضعيف شو بدو يصير لتركيز الحمض يعني مثلا خلينا نحكي خلينا نحكي خلينا نحكي شو بدو يصير لتركيز الحمض بدو يزاد بمقدار 5% فبدو يصير اش الجديد تركيزه الجديد 15% بحال ضفته على اتش بلاس بدو يقل عفوا لهو اه خلينا نحكي لهي تركيز الاتش بلاس 12% وتركيز الكونجيغاتي باس 12% شو بدو يصير لتركيز القاعدة المرافقة بدو يقل يعني انا اي شمانطق ضفت يعني محلول حمضي ضفت عليه الحمض الحمض بدو يزيد نفسه طب القاعدة شو بدو يصير فيها بده تقل القاعدة المرافقة بده تقل بالمقدار اللي هو زدته يعني الحمض زاد بمقدار 5% والكونجيغاتي باس ايش القاعدة المرافقة بده تقل بمقدار 5% اللي بده تصير تقريبا 7% بس هي هاي نفس المحلول ضفت عليه 5% من اي او اتش انا اي او اتش عبارة عن قاعدة قوية صح او لا لا شو بدو يصير يعني ضفت يعني محلول حمضي ضفت عليه قاعدة قوية شو بدو يصير لتركيز الحمضي بدو يقل اكيد فبدو يقل بالمقدار اللي ضفت فيه يعني هو 1% نقص منه 5% بدو يطل 5% طب الكونجيغاتي باس يعني قاعدة محلول قاعدة اللي هي القاعدة المرافقة ضفت عليه المحلول القاعدة القوية قداش بدو يزيد بدو يزيد بالمقدار مقصو اللي هي بدو تصير 17% فهمتو علي كاف بس هي هاي الفكرة وهو بيتكون من خلطة يعني بين الويت اسد اه بعتذر ما بعرف ليش التسجيل وقف و انا كملت شرح و بالاخر انتبهت انه انا وقفت هون بالفيديو تمام هنا انا كنت احكي ان الحمض عفون شو يعني بفر هو محلول يتكون من حمض او قاعدة ضعيفة او اشياء المرافقة يعني في حال كان حمض ضعيف بدي تكون مع القاعدة المرافقة هون مثال يعني دي بيين لي ايش في الحموض يعني مثلا CH3 COH بدي تفكر بدي يعطينا COO- بس ممكن تلاقو مع COO-NA هذا بنسميه Conjugated Soled بس انتو عشان ما تتلخبطو في حال اجاكو في السؤال معه Soled خلص بتتكنسولو على NA لايش هو بالاصل معه NA نحن نعرف COO- شو نحن ناقص بيجي الانئاب بعمل معه تجادل فبس الانئاب فبس بيكون لي ايش اللي هو زي ملح 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 خوائي عادي هون ننكسل عن A والانئاب 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 خلص يعني بصير معي حمض ضعيفة HCH3 COH بتفكر بيعطينا COO- H3PO4 هو عبارة عن Polyprotec يعني نركز هون عنده ثلاث فقط سأعطاني ثنتين فبعطينا H2PO4- هس هاد H2PO4- معه بروتونات لسه فبقدر يفقد كمان بروتون فH2PO4- ممكن اعتبره كconjugated base مع H3PO4 زي كأسد او بعتبره أسد حالة فكك وعطاني ايش اللي هو HPO4-2 تمام؟ هون نفس الاشي بتكنسل على الأنئة عشان ما تتلخبط و H2PO3 بتفكك بيعطينا HCO3- هذا المحلول يعني راح ينبني عليه كثير في المحاضرة الجاي اللي يبني عليه كثير في المحاضرة الجاي وهذا كثير مهم بس شو مشكلته او شو الفكرة منه عند C-H3-C-OH تمام؟ هاي النقطة اللي بدي اعلم عليها هساب اللون مشكلة مخلات شلون لذا خلينا نحكي هاي المنطقة هاي بسميها هاي starting point في المنطقة اللي بلش فيها هاي بسميها starting point شو بكون فيها ال starting point بكون فيها تركيز الأسد 100% مية بالمية تركيز الأسد والBH تكون كثير قليلة ولسه هو صح حمض ضعيف بس بنقارنه بحمودته بكون لسه هو بداية حمودته يعني لسه كثير قوي بالنسبة لحمودته فهمتوا عليه كاف خلينا هاي ماشي حمض ضعيف بس احنا بنقارنه هو كحمد نفسه ما بنقارنه مع الحمود الثاني بنقارنه كحمد هو نفسه بكون لسه بداية حمودته 100% حمضي بعدين بقل 60% بعدين 40% وهكذا فهمتوا عليه كيف هاي بنسميه ال starting point هاي ببلش يتفكك شوي 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 عبما يصل هاي المنطقة هاي اللي بالاش المربع خلينا نحكي هات المربع هات خلينا نحكي اللي حطيته باللون الأحمر هاي بنسميه ال buffer region او ال buffer capacity اللي هي حكينا تساوي bk a زائد او ناقص واح تمام هاي احنا حكينا فوق لما ال bh تساوي bk a شو بده يكون تركيز الأسد والكونجيغاتد باس متساويا صح ولا لا احنا مش حكينا bh تساوي bk a خلينا نكتبها bh تساوي bk a زائد لغريتم تركيز الباس اللي هي كونجيغاتد باس على تركيز الأسد متل bh تساوي bk a في حال كان هذا المتساوي لانه لغريتم ال 1 صفر فالbh تساوي bk a لما يكون تركيز الكونجيغاتد باس يساوي تركيز الأسد تمام؟ هاي النقطة بنسميها في حال bh تساوي bk a بوينت بيكون فيها bh تساوي bk a وهي أفضل نقطة بقدر استخدمها كبفر تمام؟ تمام، هاي المنطقة كلها بقدر استخدمها كبفر قيمة bk a تحتها قداش؟ اللي هي 4.76 شو هي منطقة البفر؟ اللي هي 5.76 إلى 3.67 بزيدو بنقص واحد النقطة هاي الأخيرة بنسميها ويكون فيها تركيز الحمض المرافقة 100% وتركيز الحمض 0% ويكون أعلى كحمض عفوان أعلى كbh وعلى كقاعدة وأقل أسد يعني هي عكس h لـ starting point بيكون في تركيز الحمض 100% تركيز الـ 0 ويكون قيمة bh أقل ويكون لسا بداية حمضته نحن على الكيرف هذا بنزيد OH- شي طبيعي كل ما زاد OH- ما بدها تصير؟ بدها تزيد أكيد هي النقطة ممكن تجيز لي سؤال بيحكي لي أنه بين الـ starting point والـ inflection point ممكن أشتغل بالمنطقة كاملة كبفر يعني هزا اللي بدي أحط عليه باللون هاد طبعا بس خلينا أمحيا هاي اللي بدي أحطها هزا باللون الأحمر هاي من الـ starting point امشي 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 لو عند الـ inflection point هاي بقدر أشتغل كبفر لا هو مش شرط بالمنطقة كاملة أنا بقدر أشتغل ببفر بس بالمنطقة هاي أما اللي بدي أحطها هزا باللون الأزرق هاي ما بقدر أشتغل كبفر فالجاب يكون لأ نفس الاشي بممكن يحكي لي بين الـ inflection point بين الـ inflection point والـ equivalent point بقدر أشتغل كبفر لا برضو مش شرط أنا بقدر أشتغل كبفر بس بالمنطقة هاي ببزل الأزرق بس أما باللون الأحمر ما بقدر أشتغل كبفر فالجواب برضو بيكون برضو لا هون نفس الاشي هون بنواجه بحكي إنه البفر بيكون بين الـ acid والـ waste زي ما حكينا salt يعني بيكون اشي المرافق مع CN يعني مثلا نحكي NH3 دي أعطيني زائد H2O دي أعطيني NH4 بلس زائد OH- طيب بس جيب salt وغض بخلي NH4C بس هي هاي بحكي لي هذا بنسميه Conjugated salt أو هو بالأحرى حمض عفون ملح هاي بحكي لي إنه هاي 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 البفر عشو بيتمد عشغلتين بفر concentration اللي هو تركيز البفر يعني زي ما هون حكيت أنا في حال كان عندي واحد بالعشرة من أستيك أسد وأستيات انهم من CH3COOH وCOO- ولا خمسة بالعشرة منهم اللي هي نص طبعا النص أحسن النص ليش أحسن يعني إشي طبيعي كل ما زاد التركيز بتاع البفر بيكون أحسن بيعتمد على البفر اللي هي بيكيات تساوي زائد أو ناقص واحد شو يعني بيكيات وفي ذا بفر حكينا إذا كانت البفر تساوي بيكيات بيكون أحسن إشي للبفر ديزاية بيكيات يعني ممكن يجيب لي سؤال مو ايش الحمض يعني عندي إشي قيمة البيكيات تعته سبعة مين من ضمن هذول الثلاث أشياء بقدر أشتغل كبفر حسا إحنا حكينا بمعنوه سبعة بيكون قيمة البيكيات تقريبا من ستة لثمانية عشان هو بيزيد و بنقص واحد تتكون سبعة ويزيد ونقص عشان تصير واحد الثمانية في الحال ينقص واحد هي سبعة والثمانية هذا هو التسعة والربع تناها نقص واحد تطلع عشرة وربع وثمانية وربع البيكيات تخيبا a7 يعني أقل لسة Nós لم Sam الغريد إلى أنها يوجد 6.86 أشرять واحد فقيمة السبعة قيمة الواحد ثم سبعة فاصلة وثمانية أحذر فقط شاهر بين 5.86 لسبعة سبعة فاصلة تمانية تسبعة فأطلع الجواب هاد التي تكون إ weren't going to be six طب البيكي الا ما تكون 4.76 زيد واحد اللي هي 5.76 ونقص 1 3.76 وبرضو هي غلط هي هالشغل بس هون ننبلش في اسلة الحل هون بحكي لي واحد بالعشرة تركيز الاسيتك اسد اللي هو CH3COH وعند اثنية بالعشرة من الاسيتات طبعا هسك عشان تعرف مين الحمد ومين القاعدة المرافقة الضوصة اكار لك بما انه كانت متاجر الاسد فها هذا هو الحمد بما انه تم تجد كلمه تيت هاي أستجات تيت هاي تكون هو الكامل مرافق وكلاح السلسة انه سأكار لك ايوان خلص يبين ان هذا الحمد المرافق والاسيتك اسد هو القاعد الحمد ورك!!] is that the iongil typically is is Wongigan عن لديك البيكي ابتدو البياتش اuana بتحكي جانب قالو بحكي له طعن صوت حالة مثلا بي اشت تساوى بي كي ا ا زاد لقريتم تركيز الكونجوكاتد باس على الاسد كونجوكاتد باس قدش تركيزها 2 بالعشرة والاسد هو 1 بالعشرة وهي اللقريتم زاد البي كي ا اربعة بحصل ثمانية طلع على الالحسب هاي تطلع طبعا على الالحسب لقريتم الاثنين لانه 2 بالعشرة اقسم على واحد بالعشرة فاعبعة ملافتدة تتدركcussion فاطلا على الاسد 0.5 بالعشرة نفس الا الشي هون بحكي لي بدتوろ البي اج لا اج اف اللي هو حمط اج اف خلص بما انه معه الاج هو الحمط تركيز و1 بالعشرة وان ا اف طبعا ان شو حكيت لكو ن اي خلص cancel عليها cancel عليها وخليها F- ومعطيك الكي ا تمام هسا الكي ا صح هو معطيني اياها بس بقدر اطلع البي كي ا سوي سالب لغريتم الكي ا اللي هي بتطلع 4 ناقص لغريتم الثلاث ونص بتطلع قداش بتطلع ثلاث ونص هي البي كي ا تمام لما تعملها 4 ناقص لغريتم الثلاث ونص مفروض تطلع برضو ثلاث ونص تمام هاي البي كي ا ا طلعتها هسا خلاص احن دوسر حصل باكي احتيحكيلي ان البي اتش تسوي بي كي ا زاء اللغريتم الاف ماينس على الاتش اف الاف ماينس اتوقع 12 بالمية 12 بالمية وهديك واحد في العشرة هاي 12 بالمية وهي واحد بالعشرة تمام والبي كي ا ا قداش طلعناها 3 ونص وخلاص بتحكي انه 3 ونص زاء اللغريتم اللغريتم اللي هو 12 بالمية على الواحد بالعشرة بسي هكو بطلع معك الجواب ام تمام هسا عندي نفس المحلولان اتش اف اى تركيز واحد بالعشرة و الاف ماينس هاي حكي بن Bennett أنا بدى الف ماينس بيتطير تمام والاااااااااا اضيف 2 بالمية من أج سي potentially تتذكروا فوق يا أخوان لما حكيت هون لما أضيف strong acid على أسد نفسه شو بدو يصير يعني مثلا ضفت 5% من SL للأجزة بدو يزيد من 1 بالعشرة ل 15% وشو بدو يصير بالconjugated base ده تقلب المقدار نفسه هون نفس الفكرة هون نفس الفكرة يعني كأني بيحكيلي نزيد الـ 2 بالمية هاي هاي الـ 2 بالمية هاي ضيفها للـ 1 بالعشرة هاي للـ H من HCL للـ HF شو بدو يصير تركيز الـ HF 12% تمام وهس الحمض المرافق الـ F- شو بدو أقلل كان 1 بالعشرة 1 بالعشرة قلل منه من 1 بالعشرة ناقص لهو 2 بالمية شو بدو تطلع تركيز الـ F- الجديد 8 بالمية 8 بالمية خلاص والـ BKA عنديها طلعت أنا من السؤال الأول اللي هي 3.5 فبحكي له BH تسعو BKA زاد لغرتم لـ F- على الـ HF هاي 3.5 ولغرتم اللي هي 8% على 12 بالمية هسا المنطق هسا قبل ما أضيف الـ HCL اللي هو يعتبر Strong Asset كانت قيمة الـ BH 3.5 لما أضيف أسد المفروض الـ BH تقل صح ولا لا لأنه عبارة عن Strong Asset فالمفروض الجواب يطلع أقل من 3.5 طبعا على الآل حسب أنت بتطلع لغرتم 8 بالمية تقسيم 12 بالمية ويطلع معك الجواب 3.3 يعني كانت 3.5 8 صار رجعت لـ 3.3 تمامها ثلث سؤالين يعني سؤالين يعني 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 شوية كويسات وعادي يعني ممكن يجي بحكي لي بدو الـ BH للـ Lactate أحكيتك Lactate خلص Lactate هي تعتبر H الحمد للقاعدة المرافقة Lactic Asset قداش تركيزها 75% هاي Lactic Asset والـ Lactate قداش 25% خلص كثير سهر السؤال يعني بتحلو على الـ BH والـ BK قداش قيمة 3.86 بتحكي لي BH تساوي BK زائد لغرتم لكتاء لكونجيغات باس على الأسد كونجيغات باس اللي هي الربع أعطقت أعربع اللي هي 3.86 اللي هي الـ BK زائد لغرتم الربع على 75% اللي هي تركيز الأسد وتحلوه خلص بتطلع التركيز على الألحس بتطلع لغرتم الربع تقسيم 75% بتطلع معك الجواب الآخر 3.38 تمام هون تطلع بحكيري What is the concentration of 5 ml of a stick شو بده هو titration ها titration هذا أخذنا بالمحاضرة الماضية شو هو titration لما يعطيك حمض وقاعدة تمام بدك تطلع النورماليتي والفوليوم بتعون القاعدة والنورماليتي والفوليوم بتعون الحمض معطيك الفوليوم بتاعة الحمض ومعطيك الفوليوم والنورماليتي للقاعدة خلص شو بده السؤال بده الconcentration أو also بده نورماليتي تمام خلينا نرجع قبل ما نعمل هذا أنا هتوى خليه بس عشان أتأكد من حلي هون بحكيله أن النورماليتي ضرب الفوليوم تساوي النورماليتي ضرب الفوليوم هذا للباس وهذا للأسد النورماليتي تاعت الباس بما السؤال ما عطني هجهزينها واحد بالعشر هان خلص هو مريحني إنها النورماليتي تساوي هو بده الconcentration خلينا نطلع النورماليتي بعدين بطلع الconcentration ما عندي مشكلة النورماليتي ضرب الفوليوم الفوليوم أربعة فاصلة أربعة خمسة تقسيم خمسة بده يطلع هاي النورماليتي قداش بتطلع معها أنا تسعة وثمينة بالمية هاي النورماليتي النورماليتي شو حكينا هو السؤال بده النورماليتي وconcentration هو شو حكيلي also calculate the normal of acidic acid أنا طلعت النورماليتي قد طلع الconcentration النورماليتي شو تسوي number of mole of H لأنه إحنا بنحكي عن الأسد ضرب H المولاريتي هاي عندي تسعة وثمينة بالمية والنورماليتي فيها H1 ضرب المولاريتي بطلع الجواب تسعة وثمينة بالمية نفسها هون بحكيلي بس يعني بذكري أنه عشان يصير عندي معاير أو titration لازم يكون equivalent على الOH في القاعدة يساوي H plus في الحمود بس هي هاي هون التيتراشن كيف أو فوسفيت بقر هسا الفوسفيت عندي شو هو H3 PO4 عنده ثلاث أتشات تمام هسا احنا حكينا في أول مرة بفقد فيها بروتوم بيكون أعلى كأسد بيعطيني H2 PO4 لما يعطيني H2 PO4 الحمود بتاعته بتتقل لما يعطيني هذا H2 PO4 لما يرجع يعطيني HPO4 H2 PO4 minus PO4 minus 2 بتاعتقل أكثر بتاعتقل أكثر قوة الأسد ولم هذا PO4 minus 2 يعطيني PO4 minus 3 بتاعتقل كثير الأسد وإحنا شو حاكينا العلاقة بين BKA والأسد علاقة عكسية كلما زادت الأسد بتتقل للBKA بنرجع هون هاي H3 PO4 لما يعطيني H2 PO4 minus قيمة BKA 2.4 يعني هو strong acid A لما هذا H2 PO4 minus يفقد كمان BKA بدت تزيد والحمود شو بدت تصير تتقل من 2.4 12 7.2 زادت BKA فإيش هو كحمود بدت تتقل هذا نفس الأشي بدت تزيد 12.4 وهكذا بس هون شو بحكي للفكرة عندي titration curve يجب لك سؤال H3 PO4 كم equivalent point عندي ثلاث كم curve عندي high point عندي ثلاثة inflection point عندي ثلاثة starting point ثلاثة عندي ثلاثة curve start point start point الثانية تعتبر end point للأولى start point الثانية تعتبر end point للثانية وهي تعتبر end point الثالثة هاي في عندي third point وهيك حكينا وأنا بضيف 3OH minus تمام هاي آخر إشي هاي آخر إشي هاذ بيكون أعلى بيأتش وأعلى التركيز كباس ما بقدر أشتغل كبار بس هي هالفكرة هون أمثلة بحكي لي وات دا بكي أ وفي ضي هايدجين فوسفات بفر وين بيأتش وبتان هاي H2BO4 هاي بحكي ال H2BO4 أحكي هاي شو بنا نساوي بال N-A بنكنسل عليها بدل بيكي أ معطيك ال B-H 7.2 هون بعطيك ال HBO4 يعني كان بحكي لي نشوف ركز على السؤال هاد كثير منه قداش الفوليوم المولاريتي 1 بالعشرة و100 مل بحكي لي سؤال عندي 1 بالعشرة مولاريتي وعندي 100 مل من H H2BO4 تمام هاد فككه بدي يعطيني H بلس زائد HBO4 مينس 2 صح ولا لا هاد ال HBO4 مينس 2 عنده 1 بالعشرة مولاريتي و100 مل هسا انا في عندي 2 volume يعني صار عندي محلولين يعني هيك حرفيا فبدي اضطر قانون اخذنا في الكيميا كيميا واحد انه للمحلول الجديد M1 V1 تساوي M2 V2 هذا الاشي الاولاني قبل الاضافة هذا الاشي الجديد اللي هي بعض الاضافة بدي اطلع تركيز تركيز الجديد لإيش أنا خلص عندي الفوليوم الجديد بقدر أحسب اللي هي 100 مل مع 100 مل اللي هي 200 مل فبدي اطلع المولاريتي الثانية لإلهم أنا خلص عندي الاولانية اللي هي 1 بالعشرة وإيش والميت مل هذا الاشي توبي أفور بقصم 200 بقصم مع 200 تطلع 1 بالعشرة تقسيم 2 اللي هي 5 بالمية هذا المين لل H2 PO4 ماين س حس بدي أطلع نفس الاشي لل HB4 ماين س 2 بدي أطلع عنده تركيز أول وفوليوم أول بدي أطلع المولاريتي الثانية وفي الثانية عندي هاتنين اللي هي 100 اللي هي 200 ضرب المولاريتي الثانية والمولاريتي الأولى هي 1 بالعشرة والفوليوم الأولان اللي هو 100 فأخراس بقسم على 200 وبقسم على 200 والمولاريتي الثانية بتطلع اللي هي نفس الاشي 5% هسا هي صدفة إنهم تركيز الأسد تركيز الأسد مساوي لتركيز الكونجي الكونجي بس فخلص بروح على المعادلة التي تعت البي اتش بده هو البي كي معطيني البي كي اعفوا بده البي كي اهو معطيني البي اتش على البي او فور ماينس طيب هذا تركيز 5% وهذا 5% ايش بدكركوا هاي بالانتليكشن بوين بتتكون قيمة البي اتش تسوي البي كي اهو تسوي 7.2 تمام سؤال يعني نوعا ما كثير مهم وممكن يجا تمام هوا خلص هل اتأكد من حلي بس اه 7.2 هي بدك تطلع اول اش شفت عندك 2 volumes بتجمع مع بعض بتطلع المولاريتي للحمض ومولاريتي الجديدة للحمض والمولاريتي الجديدة للقاعدة المرافقة وخلاص بتخلطها مع بعض هون بيحكيلي السلويوشن واس بيبارد با ديزولفن 2 2 100 طيب معم هون بتدل البي اتش طبعا انت بالامتيحان بتقرأ السؤال كامل بس انا عشان الوقت وما بدي اخذ وقت الفيديو بدل البي اتش لمحلول فيه 2 بالمية مول الاسيتك اساد والفوليوم وان لتر خلاص هو السؤال بنحل في طريقته معطيني البي اتش بي اتش بطلع اتش عن طريق الاتش بطلع الاتش هاي هاي الخ3 coo h بفككو بدي يعطيني ch3 coo مينس زاد h plus انا معاي البي كا من البي كا خلاص بطلع الكا اتش اتش تساوي اه عفوا معطيني الكا هو بطلع من البي كا من البي كا بطلع الكا من البي كا شو بحكي انه عشرة قوة سالب البي كا وتساوي 10 قوة ناقص 4.8 اه اتقاط اه 10 قوة ناقص 4 8 هاي بالتوجيه شو كيف كنا نحللها كنا نحكي انه 10 قوة 2 بال 10 ضرب 10 قوة ناقص 5 هاي بطلع على الحسبة ايش هي اللغارتم اللي هو يساوي 10 قوة 2 بال 10 بطلع معاي 1.6 تقريبا هاذا البيكي اه قرص بطلعه على البيكي اتقاطي قانونه تركيز H3O Plus تربيع على تركيز الاسد تركيز الاسد معطينيه هو معطيني 2 بالمية والفوليوم واحد فخلص 2 بالمية بتضل بتضلها 2 بالمية فخلص برطب اعمل ضرب تبادلي بس هاي بدي اخليها 16 هاي بدي اخليها هيك هاي بدي اخليها 16 عفون هيك ضرب 10 قوة ناقص avaient 4 ولما اضربها بالعشرة قوة ناقص 2 تعوني الاسب ده تصير عشرة قوة ناقص 6 ده تصير عشرة قوة ناقص 6 ساوي تركيز H3O Plus تربيع باخذ الجدر للترفين 16 بالمئة اه في عندي 2 هون هون لازم اضربها ب 2 هي 2 بالمئة فبتطلع 32 بالمئة فبتطلع 32 بالمئة باخذ الجدر للترفين الجدر 32 بالمئة على العالي حسبة قداش بيطلع 32 بالمئة ثمان برس على العالي حسبة 32 بالمئة بطلع 65 بالمئة تقريبا تركيز H3O Plus تقريبا 65 بالمئة بطلع باشرقوه ناقص 3 وعالبي اجبا طلع خلص بحكي 3 ناقص لغرتم 65 بالمئة قداش بطلع قداش بطلع معاي ايو نفس الاشي نفس العداد بطلع معاك 3 وربع المفروض هسا بحكيلي نفس السؤال نفس السؤال بصدفت منه ثمانية بالالف مول ناقص نفس الاشي نفس الفكرة هون حكيت لكم البفر وين البفر بفر مش هو محلول يقام تغير في حال ضفت 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 5 بالمئة من ن او او اج على اسد كان تركيزه 1 بالعشرة ضفت منه 5 بالمئة بدي يقلب مقدار 5 بالمئة يعني 1 ناقص 5 بالمئة نفس الاشي نفس الاشي كان 12 بالمئة اشي منطق اشي قاعد اضفت عليك كمان اشي قاعد اضفت مقدار 5 بالمئة اللي هي 17 بالمئة هون نفس الاشي ضفت 8 بالمئة مول اللي هي بس برضه الفوليوم واحد فكاني بحكيلي ضفت 8 بالالف مول من ن او او اج شو بده يصير معاي تركيز الاسد ضفت ديق المقدار 8 بالمئة اللي هي كداش 2 بالمئة ناقص 8 بالالف اللي هي 12 صفر 12 بالالف تمام؟ تركيز الكنجيغاتي بس طيب هل تركيز الكنجيغاتي بس كيف بدي اطلعه؟ هون طلعت انا تركيز H3O بلس واحنا بنعرف انه تركيز H3O بلس في المعادلة هاي تركيز H3O بلس اللي هي نفس اله بلس اللي هي 65 بال درب عشر عفوا درب عشر قوة ناقص 3 يعني كأنها هيك بس عشان نرتب قد يطلع تقريبا هيك خلص وهس بطلع البياتش تساوي بيكا ا زاد لغارتم الكونجاكات الباس على الاسد بيكا ا قداش هي من السؤال اربع فاصل ثمانية زاد كونجاكات الباس قداش صار ثمانية ثمانية خمسة ستة على تركيز الاسد اللي هو قداش صار ثماناش بالمية طلعوا على الحاسبة عسا شوف نكون منطقيين قبل ما نطلع على الحاسبة اهون لغارتم في عندي اسف انا نسيته بتقسم هذا المقدار وبطلعوا له قيمة لغارتم بتزيده على الاربع فاصل ثمانية بس هون اخوين بدنا نكون شوي منطقيين. قيمة البي اتش هون عندي اها ثلاث وربع ضفت عليه ان او اتش اللي ان او اتش تعتبر STRONG ASID شو بدي يصير المفروض لقيمة البي اتش تزيد او لا توقع الاكيد بدي تزيد لان اضفت عليه اش انا ان او اتش بتطلعوا هيا والالحاسبة تمت مفروض تطلع معك اربع فاصل خمسة ستة ممكن يطلع معي تقريبا اربع نصف اربع فاصل ستة عادي يعني عادي بالأول وآخرة احنا قربنا حسنا شوف يا أخوان هنا بالأسئلة اللي هي ممكن أنت لما يحكي لك ضفت N-A-O-H أو ضفت H-C-L على محلول أنت ممكن تهمل H-C-L يعني في الحالة هاي أهملت أنه التركيز الكونجيغاتي بس أتبرته صفر عادي ليش؟ يعني احنا بنحكي عن الرقم كير صغير 56-5 فهمتوا عليك؟ فأخص بأخذ أنا هذا الرقم 8-A-O-H اللي هو نفس التركيز الـ N-A-O-H حتى بالسؤال الفوق اللي هو تعله الـ H-C-L اللي حلينا وينه؟ هنا وينه؟ هنا وينه؟ هنا بدي يكون بس معللك اللي هو سؤال لما ضفنا H-C-L على H-F احنا ضفنا الـ H-F بس أنا هنا بقدر أهمل الكونجيغاتي بس اللي هو الـ F- يعني بقدر أهمل وأعتبر صفر وأعتبر تركيز الـ H-C-L هو نفسه تركيز الـ Conjugated بس بس هاي اللي هون بنوقف وإن شاء الله المحاضر الجاي بنكمل الـ Buffer System إنه يومي البادية وحتكون كثير كثير سهلة أعطيكم العافية وكل التوفيق يا رب ترجمة نانسي قنقر